بسم الله الرحمن الرحيم وقرر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات نوجزها بالآتي أولا قرر مجلس الوزراء إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الموافقة على ما جاء بكتاب وزارة الزراعة وحسب الآتي يكون سعر شراء طن العرنوس الذرة 500 ألف دينار فقط يكون سعر بيع طن الحبوب 400 ألف دينار فقط دعم مخرجات الانتاج شراء رانيس الذرة بنسبة 50% الاستمرار بدعم المدخلات بالنسبة للأسمدة لمحصول الذرة الصفراء وفقا للخطة الزراعية المعدة من قبل وزارة الزراعة وتوميل كل هذا من قانون الأمن الغذائي 2 لسنة 22 كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة المطبعتين المثبتة في أدناه المشمولة بالاستثناء في الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء الموقر 251 سنة 2022 بشأن طباعة الكتب المدرسية مطبعة الوارث للطباعة والنشر والعائدة إلى الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ومطبعة محافظة بغداد كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي أولا تخوير السيد وزير الثقافة الأستاذ حسن ناظم عبد آل عيسى صلاحية التفاوض والتوقيع على اتفاقية المقر بين حكومة العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو استنادا إلى أحكام المادة 80 سادسة من الدستور تولي وزارة الخارجية إعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير الثقافة وفقا للسياقات المعتمدة كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة 16 من قرار مجلس الوزراء المرقم 340 لسنة 2019 برفع عبارة لعفاء الفلاح وإحلال عبارة للشركات والأفراد بدلا عنها كما قرر مجلس الوزراء إلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم 104 لسنة 2021 بشأن تكريف السيد مهند حميد محمد العبيدي بمهام قائم قضاء الرمانة في محافظة الأنبار كما قرر مجلس الوزراء أولا الموافقة على منح مدرسة الجالية الدولية الأهلية في العاصمة بغداد إجازة التأسيس استنادنا لأحكام المادة 4 البند أولا من نظام التعليم الأهلي والأجنبي 5 لسنة 2013 ثانيا تولي وزارة التربية إكمال إعداد التعليمات المذكورة في المادة 4 من نظام التعليم الأهلي والأجنبي 5 لسنة 2013 كان هذا أبرز ما جاء من قرارات في جلسة هذا اليوم شكرا